الطلابة والتلاميذ هذو الناس اللي يقرأوا والناس اللي يخدموا بالجهاز العصبي لمدة كبيرة الناس اللي يركزهم عميل فات الناس اللي عدم اعمال هكذا نعم نعم الانديرانس انديرانس هي قوة احتمال الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يخرجون الى الغزوة ولا يركبون الجهاز الا لما يأكلوا تمر ونقل منهم الطيارون الامريكيون في الحرب العالمية الثانية قبل ما يدخلوا في اوروبا نقلوا بما هاد شي من صاحبات وما كانوا يأكلوا التمر عادي كتلعوا الطائرة يعني التمر يعني باش لا طبعا لان باش يركز مزيان باش يصيب الهدف باش الغزوات يعني فوق الحيصان خارج الغزوات طبعا عمره تمام يعني خصوه يركز مزيان وخصوه يكون عنده وحد قوة احتمال وما يخافش والتمر هذي يعني كيعطي الانديرانس هات قوة احتمال وكيحيد ذلك الخوف وخصوصا التردد ممكن بقاش الشخصي تردد في الاشياء لان المكونات اللي فيه من الماگنيزيوم والايودين والفيتامين بي والاملاح الاخرى كذلك مثل المونغانيز وبعد العوامل الاخرى كان مضادة للأكسادة للتمر باقي معرفناش يعني سبحان الله جميع المضادة للأكسادة يعني كلها تشخصة يعني اما بوليفينولات اما فلافونويدات اما يعني جزئات اخرى ولكن تمر باقي المضادة للأكسادة معرفناش طبيعة ديالهم هل لهم فلافونويدات نعم في كين فلافونويدات ولكن يكون اشياء اخرى معه النظام العام الغدائي التمر تكلمنا على التمر نعم لا لانه هو الحاجة الوحيدة لما كي ارقش الماعدة التمر والماء في الافطار وهذا الماعدة كتكون فارغة لمدة يعني سوايع سوايع تقريبا من ثلاثة انص يعني حتى الثمانية اللاروب يعني فترة كبيرة في الصيام يعني كتر من خمسة عشر ساعة فيتت قريبا تولوتين نهار فهذا الفترة المعدة ما خصناش نعطيها اشياء اللي قدين يزيدوا هي فراحة تامة بزعك زيد مسترحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة